دائما بسم الله نبدأ نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول Register Transfer and Micro Operations وبعد أن استعرضنا الستاشر عملية دقيقة منطقية التي يمكن أن تجري في الحاسب نتحدث الآن عن الدوائر المنطقية التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذه العملية وعنوان الدرس هو Logic Hardware Implementation ولأن التعامل مع الأرقام الثنائية يتم حسب خانات محتوياتها ويتم التعامل بينها bit by bit فإننا نوضح هنا دائرة لمرحلة واحدة One stage of a logic circuit and its function ماذا نقصد بone stage logic circuit؟ إذا كان لدينا رقم سناعي A يتكون من أربع bits ترتيبها A3 A2 A1 A0 ورقم آخر سناعي أيضا B يتكون من أربع bits ترتيبها B3 B2 B1 B0 فإن لإجراء عملية منطقية بين هذين الرقمين نجريها حسب الخانات نأخذ A0 مع B0 ونجري عليها العملية ثم نأخذ A1 مع B1 ثم A2 مع B2 ثم A3 مع B3 إذن الدائرة التي تتعامل مع A0 وB0 هي دائرة مرحلة واحدة One stage الدائرة التي أمامنا توضح الدائرة المنطقية المستخدمة لتنفيذ بعض العمليات المنطقية والتي وردت ضمن الستاشر عملية التي شرحناها سابقا وهي عملية الانت عملية الور عملية اكسور وعملية كومبيليمنت بما أننا نختار بين أحد هذه العمليات في اللحظة الواحدة فمن المؤكد أننا نحتاج إلى استخدام دائرة الانتخاب أو الملتيبليكسر وكما موضح في الرسم هذا الملتيبليكسر له أربع مداخل من صفر إلى ثلاث وله مخرج واحد وله خطوط اختيار Selection Lines أو Selection Pits ونحتاج في هذه الحالة لخطين فقط لأننا نختار من بين أربع مداخل إذا تم اختيار المدخل صفر تأتي هذه النتيجة إلى الخرج وإذا تم اختيار المدخل واحد تأتي هذه النتيجة إلى الخرج وهكذا للمدخل الثنين وثلاثة هذا الاختيار يحكمه جدول يسمى جدول التشغيل أو Function Table في هذا الجدول نجد الخيارات الممكنة لخطوط الاختيار Selection Lines وهي إما صفر صفر أو صفر واحد أو واحد صفر أو واحد واحد إذا كان الاختيار 0 صفر نأتي في المدخل صفر إلى المخرج ومدخل صفر متصل ببوابة And إذن العملية عملية And وإذا كان الاختيار 0 ون نأتي بالمدخل واحد إلى المخرج فالمدخل واحد متصل ببوابة O إذن العملية هي عملية O وبالنسبة للمدخل الثنين البوابة المتصلة به هي XOR فتصبح العملية هي إكس غور وبالنسبة للمدخل ثلاثة فهذه لأنها تتعامل مع بيت وحدة نجدها تأتي من A هنا وإذن هنا يأتينا الخرج هو A Complement وهذه Complement لما تخل من متغير وهو A نذكر فقط أن هذه الدائرة تتكرر بعدد البيتس لأن كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى دائرة منفصلة ونكرر الدائرة لـ A1-B1 وـ A2-B2 وـ A3-B3 إذا كان لدينا أربعة بيتس نحتاج دائرة كاملة فيها أربعة مراحل شرحنا الآن مرحلة واحدة للتوضيح وإلى اللقاء في الدرس القادم